السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هنتكلم على التعليقات في الهتش تيميل لو ربنا كريمك ودخلت الـ CSS هتلاقي ان فيه هناك حاجة اسمها التعليقات لو دخلت الـ JavaScript هتلاقيه برضو ان هناك فيه التعليقات لو دخلت الـ C++ لو تعلمت الـ Python لو تعلمت الـ Java اي لغة هتلاقي هناك حاجة اسمها التعليقات طيب قبل ما اقولك ايه هي وظيفة التعليقات تعال دلوقتي لما نشوف ازاي بنعمل تعليق في الهتش تيميل علشان تعمل تعليق بتكتب عندك علامة الاصغر من ثم علامة التعجب ثم اتنين داش بالشكل ده اول ما تعمل عندك الاتنين داش هتلاقي دلوقتي ان الـ editor قفلها لك بالاتنين داش وهي علامة الاكبر من دي الافلة وده الفتحة او ده وده وده ما بين البداية وما بين النهاية بتكتب عندك التعليق بتاعك التعليق ده مش بيظهر عندك هنا في البراوزر فلو انا جيت لك هنا وكتبت لك هنا ا 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 دلوقتي الكود بتاعك موجود هنا هتلاقي ان الكود بتاع الكومنت مختلف تماما عن كل الكود كل تاك بيكون لونه ازرق لكن الكود بتاع الكومنت بيكون لونه جري او ميوتد او مقفول بالشكل ده وهنا هو بيعرفك او بيلمح لك ان الكود ده مش بيظهر عندك هنا في البراوزر فانت هنا ممكن تكتب تعليقات او تلميحات لنفسك بتفكر نفسك مسلا الكود ده بيعمل ايه او بتفكر زميلك لان انت ممكن تكون شغال على البروجيكت البروجيكت ده شغال معاك كزا حد عليه فانت عملت عندك هنا كود عاوز دلوقتي اتعرف اللي جاي بعدك او الشخص اللي هيشتغل على الكود ده بعدك الكود ده بيعمل ايه بالزبط عشان اقرب لك الفكرة هوريك دلوقتي كود لو انا جت لك هنا اا وفتحت لك دلوقتي الكود ده من خلال هتلاقي دلوقتي كود كبير جدا مش مفهوم مكتوب ازاي ولا مفهوم معمول في ايه ولا انت فاهم الكود ده بيشتغل ازاي حتى انا اللي كاتب الكود ده لو جت مسلا فتحته بعد سنة او بعد فترة ممكن مفهمش الكود ده بيعمل ايه علشان كده كتبت عندك هنا تعليقات كتبت لك هنا يعني من المكان ده بيبدأ عندك البروجيكت وكتبت لك دلوقتي التايتل يعني معنى الكلام ده ان الجزء ده الجزء ده من الكود هو التايتل بتاع البروجيكت طيب دلوقتي المكان ده بيعمل ايه انا معرفش ولكن لو قرأت الكومنت ده هتلاقي هنا بيقول لك ان جت داتا فروم يوزر يعني المكان ده من خلاله بنجيب الداتا من المستخدم والى اخره فانت من خلال الكومنت بتفكر الناس اللي هيشتغلوا على المشروع وبتفكر نفسك لان انت ممكن تجي بعد شهر او بعد سنة ما تكونش فاكر الكود ده بيعمل ايه فانت من خلال الكومنت بتفكر نفسك وبتفكر اللي هيشتغل بعدك الكود ده بيعمل ايه بالزبط طيب انا قلت لك ان اللي بيتكتب جوه الكود مش بيظهر عندك في البراوزر معنى الكلام ده ان انت لو كتبت عندك كود وحطيته عندك هنا جوه الكومنت فالكود ده هيكون عبارة عن كومنت يعني مش هيظهر عندك في البراوزر فلو انا جيت لك هنا وعملت لك دلوقتي ريلوود الكود ده ما ظهرش التاج كله بكل اللي فيه عبارة عن كومنت الكلام ده معناه ان انت ممكن تحط عندك هنا عربية نص نائل مليئة كود تيجي عندك هنا في المكان ده وتحط عندك كود اللي انت عاوزه وكل ده مش هزهر عندك دلوقتي في البروزر. تمام? اهو قدامك بالشكل ده. طيب انا بستخدم حاجة زي كده في ايه? بص يا معلم. دلوقتي انا ممكن يكون عندي كود كبير جدا. عندك كود كبير جدا يعني مش مهم الكود ده بس عشان ما انضيعش وقت. عندنا دلوقتي كود كبير جدا. والكود ده ظهر عندك دلوقتي في البراوزر. تمام? فانا دلوقتي عاوز اجرب بالشغل بتاع في الموقع باستثناء الكود ده مش عاوزوا يظهر عندي فبدل ما امسحه انا ممكن اجيلك هنا واهمشه احطه في تعليق فبجي لك قابله هنا في المكان ده وبكتب علامة الاصغر من ثم علامة التعجب ثم اتنين داش وبجيب الافلة وبحطها عندك هنا في المكان ده فكده ده بقى تعليق وممكن تعمل اختصار من الكيبورد تعالى كده ممكن اجيلك هنا احدد دول ومن الكيبورد اضغط على كنترول ثم حرف الزه هتلاقي دلوقتي عمل لك هنا تعليق على كل الكود ده فلو انا جيت لك هنا وعملت لك دلوقتي اليلود كل الكود ده ما ظهرش عندك فبدل ما تمسح الكود وتباوز الدنيا انت ممكن تحط الكود عندك فيه تعليق او تهمش الكود بتاعك الاختصار عبارة عن كنترول حرف الزه اللي هو جنب الشفت اللي تحت تمام ده بيعمل لك تعليق تمام اتمنى يا رب تكونوا فهمتوا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ويسلام عليكم